وانت مش حاس انك نجم؟ كتير يعني مؤخرا كتير جدا بيسألوني السؤال ده علشان ما يصدر مني وما اللي بيطلع مني عامل ازاي لا مش حتى لو ده حقيقي او الناس شايفة دوت انا بحب عيش حياتي بطبيعتي ما بحبش التكلف ومش قصدي التكلف بمعنى الوحش بس اللي هو علشان انت بني ادم بتظهر في التلفزيون او بتمثل او بتعمل اي حاجة مخليك سليبرتي فده يخليك انك تعيش حياة مختلفة عن البني ادم الطبيعي ودي الحاجة اللي انا بتكلم فيها ان انا ما بعرفش اعيش او ما بعرفش اعمل حاجة مش على المزاجي لا جوا انا بس يعني هو انا كنت بس قال السؤال عشان يعني انا حابب مش مش حواري مش معاك النهاردة عن دورك في العمل ده ودورك في العمل ده فاهم اصدر انا بتكلم عن نجم شاب خاض رحلة كفاح وحجيبها من بدر وحاخدك وروح مصر القديمة جرافة يعني ربنا يا خليك لكن انا بتكلم على مفعول النجم جوة لا مش لا اللي هو هل انت بتندهش وتقول يا ودي يا فراج ايه ده الناس عالفاك مخربت كده الوقت بتاع الحارة بتاع زمان ايه ده الناس بتكلم عني في الشارع بطلع في التليزيونه اه 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 بزيزيونه اه طبعا طول الوقت طول الوقت يعني لدرجة انه في اوقات اه ودي بتبقى الاغلبية ان انا ببقى مستغرب اه البني ادم ده بيعمل ده وبيطلع الحاجات دي وبيعيش بالطريقة دي وبيمس انا من الناس اللي عندي عندي شوية خجل زيادة انا كبني ادم من ونا صغير لحد دلوقتي ما كسرتهاش؟ لا ومش عايز اكسرها ومش بقرب جنبها خالص بالعكس انا يعني دي طبيعتي ورباني خلقني كده اه لو هتديقني هعرف عالج الموضوع في وقت ما لكن مش هكسرها ولا هجي عجنبها ابدا لانه دي لتكوين الشخصي اللي انا مخلوق بي الماكنة بتاعتي عاملة كده شخصيتي عاملة كده وانا همش متدايق بالعكس انا الحمد لله